عقدت الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عدمية جنسية في الكويت اجتماعها التأسيسية وناقش الحاضرون مشروع الحل المقترح وتم اعتماده بشكله النهائي وتكون المشروع الحل من ثلاثة محاور تركزت على الحقوق المدنية والإنسانية والمباشرة في عملية التجنيس والدمج المجتمعي لعدمية جنسية من خلال التعليم والعمل اعتمدت الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عدمية جنسية في الكويت بشكل نهائي خطة حل من ثلاثة محاور تشمل جميع فئات عدمية جنسية وذلك في الاجتماع التأسيسي للهيئة الذي عقد مؤخرا اليوم هناك صحوة في مؤسسات المجتمع المدني لتبني دور وطني وتاريخي لتوعية المجتمع بأهمية الانتهاء من هذه القضية المزمنة المجتمع الكويتي بكل أطيافة وبكل توجهاته هو أكثر حرصا على حل هذه القضية وتضمن المحور الأول إغرار الحقوق المدنية والإنسانية وتعديل المسمى والوضع القانوني للكويتيين البدون من مقيم بصورة غير قانونية إلى عدمية الجنسية وطالب باعتبار جميع القيود الأمنية كأن لم تكن ما لم تكن مبينة على أحكام قضائية نهائية أما المحور الثاني والذي طالب بتعديل قانون الجنسية ويكون هناك أولوية لتجنيس البدون وفق عدة شرائح وشملت أسر الشهداء والأسرى والمفقودين من الآباء والأبناء والأزواج والزوجات بالإضافة إلى أبناء الكويتيات المتزوجات من عدمية الجنسية خلال السنة الأولى دون اشتراط الطلاق أو الترمل ومن ثبت وجوده منذ سنة 1965 وما قبل وتناول المحور الثالث المطالب بإلحاق أطفال عدمية الجنسية بالمدارس الحكومية وتوفير برامج مجانية لمحو الأمية وفتح باب الانتساب لجامعة الكويت ومنح بعثات داخلية في الجامعات الخاصة وتعيين عدمية الجنسية في جميع القطاعات الحكومية دون شروط ترجمة نانسي قنقر